جدد وزير الخارجية سمح شكري رفض مصر التام لأي عملية عسكرية في الرفحة الفلسطينية لما لها من تداعيات إنسانية خطيرة وعواقبة وخيمة وخلال لقاء مع نظره الماليزي محمد حسن على همش فعليات منتدى الاقتصاد العالمي أعرب شكري عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة شكرا